وفي إطار العناية الملكية التي يوليها جلالته للرياضة والرياضين فقد دأبت بلادنا كما ذكرت على تنظيم عدد من التظاهرات الرياضية الكبرى القارية والدولية كان أخيرها كأس العالم للأندية التي تم تنظيمه بكل من مدينتي الرباط وطنجة وتوجت مختلف هذه التظاهرات بنجاح غير مصبوق على مستوى التنظيم بالإضافة لحضور جماهري قياسي وهو ما يجعل بلادنا تحضر بطقة من لدن الاتحادات الرياضية على المستوين القاري والدولي ونستحضر في هذا السياق المشاركة المتميزة للمنتخب الوطني لكرة القدم في كأس العالم بقطر والتي ساهمت في إشعاع المملكة على المستوى الدولي كما شكلت حملة تواصلية متميزة لفائدة بلادنا حيث أطار كأس العالم اهتباماً غير مصبوق بالمغرب ولا سيما في صفوف المشاهير وصناع الرأي الذي متلوا بعين في المئة من الأشخاص الذين تحدثوا بشكل إيجابي عن المغرب كما ذكر اسم المغرب ملايين المرأة وتم تشجيل أزيد من 130 مليون تفاعل مع محتويات المغرب من قبل مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي مما يتيح فرصة غير مسبوقة للقطاع السياحي ولحظة تاريخية للانفتاح على أسواق جديدة محتملة على غرار الولايات المتحدة والبرازيل والارجنتين والشرق الأوسط والقارة الإفريقية والاستغلال هذا الإنجاز التاريخي والفريد فقد عملت الحكومة على استثماره قصد تعزيز إشعاع بلادنا وتعزيز جاذبيتها السياحية خاصة فيما يتعلق بالانفتاح الأسواق الجديدة التي أظهر مواطنها اهتماما كبيرا في بلادنا من خلال محركات البحث والتواصل الاجتماعي قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابعوا في العشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي